تحياتي يا أصدقائي بكرة منتخب سوريا حيواجه منتخب اليابان في تصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بهذا الفيديو حنحكي على موضوعين موضوع الأول تصريحات المؤتمر الصحفي للأرجنتيني هكتر كوبر واللاعب محمد عثمان إضافة إلى التشكيل المتوقعة لمباراة منتخبنا في مواجهة اليابان إذن يا حبايب القلب بداية بالمؤتمر الصحفي يلي أقيم اليوم قبل مباراة سوريا واليابان المؤتمر الصحفي يلي كان فيه الأرجنتيني هكتر كوبر دائما متميز يعني في انتقاء كلماته والمصطلحات يعني عبر عن صعوبة مواجهة المنتخب اليابان لكن قال بنفس الوقت سنجد التكتيك المناسب والخطة المناسبة لتقليل فوارق الفنية بين المنتخبين وليش لا نربح ونفوز على منتخب اليابان فلا مستحيل بقرة القدم وهذا أكيد تصريح متوقع من مدرب أرجنتيني مخضرم خاضل عديد من التجارب إنتر ميلان فالانسيا مصر يعني أوزباكستان خاض عملية كبيرة من البناء في الأفكار وكيفية يعني امتصاص غضب الجماهير وشو بدي أقول الإعلام وهذا كلام كتير مهم إضافة إلى كلام يعني نجمنا محمد عثمان يعني أيضا بالمؤتمر الصحفي قال إنه يعني إحنا جاهزين سنقاتل وس يعني نحاول بكل جهدنا سنصمم على تحقيق نتيجة إيجابية في موجهة منتخب الياباني وهذا تصريح كتير مهم من يعني من نجم أيضا موجودة منتخب سوريا وهذا الشيء اللي طالبينه نحنا إنه دائما أنتوا تآمنوا بقدراتكم لأن التركيز لازم يكون مية بالمية بهذه المباراة لحتى تفرحوا الناس تفرحوا الشارع الرياضي السوري الجمهور اللي يعني ينتظر فرحة من نجوم بيعتبرون موجودين على صور موجودة على حيطان الشباب الصغار نجوم منتخب سوريا ناطري منكم بكرة إنه أخي بس تفكروا بهالناس وتعملوا اللي عليكم تقدموا طاقتكم مية بالمية والتركيز يكون كبير حنأخذ نتيجة إيجابية مع منتخب اليابان بالنسبة للتشكيل المتوقعة أكيد يعني إبراهيم علمه وحارس المرمى خط الدفاع المفروض يلعب بأربع مدافعين يعني ويكونوا مدافعين ما يطلعوا بطير الأجنحة أو الباكات وبالتالي أعتقد أنه حيلعب بمؤيد خولي مع عمر ميداني وعلى اليسار الكردغلي على اليمين عبد الرحمن ويس أمامهم لعب ارتكاز ثائر كروما أمام ثائر كروما وأيضاً اللاعبين خط الوسط سيكونوا محمد عثمان وأيضاً إيزاكيل العم اللاعب محترف الدول الأرجنتيني على اليمين يعني للهجمات السريعة أنا أفضل محمد الحلاق وعلى اليسار عمار رمضان والمهاجم الكابيتانو عمر السوم هلأ في كلام أيضاً البعض يقول أنه ليش ما يلعب مثلاً فهد اليوسف بدل كردغلي أو مؤيد خولي على اليمين بدل عبد الرحمن ويس وعبد الرحمن ويس يلعب لقدام لأنه نحن بدنا اللاعبين اللي عندنا زع دفاعية كل الكلام هذا ممكن لكن أنا هيك أتوقع التشكيله وفي أوراق رابحة بالشوت الثاني ممكن عمر خريبين ممكن المواس لا أعتقد أن نلعب بالعمرين مع بعض إذا لعب بالعمرين مع بعض بده يكون عمر خريبين يسقط كلاعب خط وسط أكتر من أنه يكون مساند لعمر السومة وبالتالي هيخف كتير من قدراته على كل حال نحن بنتظار مباراة مهمة بين الفريقين بنتظار تقديم مستوى يعني مثل ما حكينا قتالية قتل بدنا بدنا تطلع الروح اللي عنكن هاي اللي كنا نشوفها في 2017 بمباراة اليابان لحتى دائما تخلوا عنا هذا الأمل موجود قد مباراة كبيرة نحن بنعرف الفوارق الفنية كتير كبيرة لكن الفوارق الفنية يلي بيخليها تنزل هي القتالية والروح ويعني التحدي تحدي الذات تحدوا حالكم بهذه المباراة كتير جميل أنكم تعملوا نتيجة إيجابية وإذا قاتلتوا وعملتوا اللي عليكم وخسرتوا بهذه المباراة نحن نسافق لكم بعد المباراة وهذا الشي أنا متأكد منهم أنه جمهور السوري عاطفي جمهور السوري بيحب منتخبه جمهور السوري بوقف مع منتخبه بالخسارة قبل الفوز بس مو ما تلعبوا وتشوف لعيبة عم تتمشى وتشوف لعيبة مانم ركزة ونخسر ونتبهدل بدنا نزعل بدنا نحكي شو اللي صار لكن عندما تقاتلون على أرض ملعب حتى شو ما كانت النتيجة نحن ما كن وطريق طويل طريق تصفيات كأس العالم طويل والكلام الممكن نحكيه بعد المبارتين شو اللاعبين نناقصيننا بهذا الفريق وشو ممكن يتغير لعبين ما هنحكي نحن واقفين هلأ مع 23 لعبين موجودين مع منتخب سوريا حاليا وأنا على مسافة واحدة من الكل يعني معظم اللاعبين أصدقائي شخصيا وأنا يعني بحبهم وبعزهم لكن لما نحكي نحن موضوع رأي شخصي بحكي فيه على قناتي على اليوتيوب وإن كان بحكي معهم شخصيا وبالتالي أنا أطلب من لاعبي منتخب سوريا بكرة أن تكونوا مركزين مية بالمية لهذه المبارات وكل ياتنا معكم شو ما كانت النتيجة وأنا متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية بصراحة لأنه متما حكينا بفيديو مبارح هكتور كبر من الطراز الدفاعي مدرب مدافع عندما يلعب مع فريق هجومي يمتلك سلاح الهجمات المرتدة وهذا الشي حكي عنه اليوم بالمؤتمر الصحفي مدرب الياباني قال يعرف هكتور كبر جيدا أنه يمتلك هاي الميزة وسرعة الهجمات المرتدة كتير بحب شوف محمد الحلاء بكرة مع المنتخب كتير بتمنى شوف محمد الحلاء محمد الحلاء يا شباب عنصر كتير مهم بمنتخب سوريا بالهجمات المرتدة عمار رمضان أيضا يعني لاعب يتير مهم وبتمنى أنه يكون مركز أكتر الفعالية الهجومية تكون أهم لأنه هون يعني أنت حتصح لك فرصة فرصين ثلاثة بكل مباراة ممكن بتسعين دقيقة أربع فرصة لمنتخب سوريا فأنت لازم تستغل كل فرصة متاحة لمنتخب سوريا التركيز على الركلات المباشرة لمنتخب سوريا عمر السومة متميز جدا وما قبل يعني ما قبل دخولنا بمامعة التصفيات شفنا عمر السومة مسجل من ركلة حرة مباشرة من فريق العربي القطري وهو متميز يعني بس رجعت عنده الحاسة التهديفية من هاي المنطقة ممكن نقتنص هدف نعمر السومة الركلات الركنية كتير مهمة يا شباب بعالم كرة القدم حاليا الركلة الركنية ستين سبعين بالمئة منها هدف عم يركز عليها المدربين بكل طاقاتهم الركلات الحرة المباشرة يعني من اليمين ومن اليسار لازم يكون في تركيز لازم يكون في خطة بالضربين عليها الشباب الاستغلال فرصة وهدف بهاي المباراة متل ما حكينا يعني نحن بالنسبة لنا تاريخيا مع المنتخب الياباني لعبنا 11 مباراة بين رسمي والديخ صرنا تسعة وتعادلنا اثنين وبالتالي التاريخ مو معنا لكن الواقع والحاضر لا يعرف التاريخ يعني انت ممكن تغير التاريخ بهي المباراة ممكن تغير التاريخ بهي المباراة ليش لا بكرة سوريا تحقق الفوز الاول لها رسميا على المنتخب الياباني انا ما بحكي على منتخب الشباب نحن ربحنا على اليابان بالفئات العمرية لكن احكي على صعيد منتخب الرجال في 11 مواجهة تعادلين وتسع خسارات وبالتالي يعني التاريخ مع اليابان لكن ان شاء الله بكرة الشباب بغيروا وبسجل لها تاريخ منتخب سوريا يحقق الفوز الاول على منتخب اليابان يلي عنده سلسلة طويلة من الفوز الانتصارات يعني اخرها كان مع اندونيسيا لكن قبل اليابان وايضا كندا وعفونا المانيا وتركيا وكندا يعني فيه سلسلة من النتائج ايجابية جدا لهذا المنتخب ليش لا يعني بكرة نكسر له هاي السلسلة المنتخب الياباني بالاصرار والعزيمة والتحدي عند لعبي منتخب سوريا انا مؤمن بارادتكم لتحقيق نتاج ايجابي انا مؤمن بالقلب الي عنكم لحتى تعملوا شيء ايجابي لكل الناس الي بسوريا بس زراعوا ببالكم شغلي انه الناس بسوريا بكرة الساعة ستة الى ربع بتوقيت دمشي يلي عنده شغل ترك الشغل يلي عم يفكر كيف يؤمن خبز تاني نهار نسي عن فكر بالمنتخب العالم يعني تعباني تعباني جدا بسوريا الوضع الاجتماعي والمعيشي الكل عايشه وكلنا عايشينه صعب جدا بحاجة انه نحنا منتخب سوريا يفرحنا وينسينا شوي الهموم الكبيرة يلي عايشينه على امل عن تفرج على كل السوريين يا رب ان كان بسوريا وان كان برا سوريا وتعود لهيك المحبة لقلوب الجميع يا رب بالنهاية انا يعني اتمنى انه هذا الفيديو يوصل متل ما وصل الفيديو لقبله لكل قلب محب لسوريا حتى نشوف نتيجة ايجابية بكرة واهم شي اصدقائي تعليقاتكم تكون ايجابية للمنتخب السوري ما نشتم حدا يعني ما نحكي بلغة سيئة عن حدا يعني انا واحد معلق لي مبارح تعليق ضفاضع قاسيون طب والله والله عيب يا اخي يعني عيب يعني في شيء هلا انت قبل المبارات لازم تكون محفز كلنا مع نصور قاسيون كلنا الان مع نصور قاسيون هذا الكلام يلي واللعبين بتابعوا واللعبين بتابعوا كل صغيرة وكبيرة يعني بتأثروا نفسيا يعني بيزد على الملعب بتأثر نفسيا بالشيء اللي كاتبوا انت فدعموهن قبل المبارات و بعد المبارات عندنا حكي تاني ان شاء الله يا اصدقائي بالتوفيق لمنتخب سوريا وتعليقاتهم التير مهمة بهذا الفيديو اللي حتى دائما نتناقش سوية لنوصل اكيد بالنهاية لنوصل لمرحلة يكون فيها منتخب سوريا دائما يحقق بالفروز والانتصارات باي باي